حذر مجموعة من نواب محافظة ذيقار من كارثة بيئية واقتصادية بسبب جفاف الأهوار في المحافظة بسبب نقص الإمدادات المائية وامتقذ النائب حسن الأسد خلال مؤتمر صحفي سياسات دول الجوار الخاصة بالحصص المائية للعراق والتي باتت تغذد الإنسان قبل الزراعة مطالبا الحكومة بالتدخل السريع لإنقاذ الأهوار وأهلها نتابع بأسى وألم ما يجري في أهوار جنوب العراق حيث يضرب الجفاف بقوة بيئتها ونشاطات سكانها المختلفة وتنوعها الأحيائي بفعل سياسة دول الجوار ذات العلاقة وسوء إدارة الموارد المائية وما ينطوي عليه من التعاطي معها كمنخفض لدرء الفيضان ليس إلا نتيجة عدم إدراك صانع القرار لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمناخية ورغم دخولها على لائحة التراث العالمي في تموز من عام 2016 إلا أن الحكومة بشقيها التشريعي والتنفيذي لم تلتزم بمسؤوليتها ولم تسعف مجتمعاتها المحلية بالبنى التحتية من مدارس ومراكب صحية ومياه شرب نظيفة بل وصل الحال بالتجاوز على حصتها المائية وتأزم الوضع اليوم أكثر فتوقفت محطات المياه في أقضية الإصلاح وسيدة خيل والشبايش المنار الوفود قرمت بن سعيد ناحية الطار وبقية الأقضية والنواحي الأخرى وأصبحت المياه لا تصلح للاستخدام الحيواني فضلا عن البشري فأي عدالة تلك وأي إدارة حكيمة للمياه ينتهجها القائمون على إدارة المياه في بلادنا لقد تضائلت الإطلاقات المائية للأهوار إلى درجة كبيرة وتراجعت نسبة الإغمار إلى أقل من 20% من أصل الهدف المعلن للأهوار عام 2005 لاستعادة أكثر من 5560 كيلومتر مربع وتناست الحكومة عن عمد بل تجاهلت توصية المؤتمر الأربعين لليونسكو بتوفير الحد الأدنى من المياه لأهوار جنوب العراق ضمن ممتلك التراث العالمي لإدارة النظام الأيكولوجي ووضعت خطة الإدارة على الرف ولم يتم العمل بها من الغريب أن الحكومة ضربت بعرض الحائط التزاماتها الدستورية والأخلاقية بشأن مساعدة سكان الأهوار وإنصافهم بعد رحلة من التشرد وإلى اهتمام لمتطلبات حياتهم لا سيما وأنهم لا يشكلون ثقلا على قطاع التوظيف فهم يعتمدون على وسائل العيش المستدام من تربية الجاموس وصيد الأسماك وحصاد القصب والحشائش الخضراء كأعلاف رخيصة الثمن شكرا